بسم الله الرحمن الرحيم طلاب وطالبات الصف السادسة العدادية السلام عليكم وأهلا بكم درسكم لهذا اليوم صفحة 27 آخر مرة طبعا عزيز الطالب في درس سابق شرحت لك موضوع 0 conditional F الشرطية اللاشرطية سوري اللي هي 0 والدرس الثاني بهذه الصفحة شرحت لك first conditional F الشرطية الأولى ودرسك لهذا اليوم شرح وترجمة ما موجود في صفحة 27 اللي تعتبر الدرس الثاني من الوحدة الثاثة اللي عليها تمارين بالاكتيفيت بوك مهمات جدا جدا صفحة 51 بالإضافة إلى 54 طبعا لو تلاحظوا العنوان مالتي إلى علاقة بF الشرطية والسراحة أقول لك يا حالة If you come round tomorrow إذا أنت أتيت تقريبا غدا I'll help you أنا سوف أساعدك مباشرة شفت الول Hi first conditional F الشرطية الأولى جملة الثانية مستقبل وجملتها مضارع بسيط خلص يقول رامز is having رامز لديه An interview مقابلة With a careers advisor اللي معناها شنو مرشد للمهن يعني ينطيك مهنة أوكي رجدك Art school في المدرسة Complete أكمل the conversation المحادثة With the correct words بالكلمات الصحيحة From the box من الصندوق وتخيل عزيز الطالب ذني جنك إسقاط مهمات جدا جدا نجي الأول وحدة Career اللي معناها مهنة أو وظيفة Conserving اللي معناها شنو يحافظ Environment اللي معناها البيئة Involve اللي معناها يشمل أو يتضمن يشمل أوكي يتضمن Qualifications اللي معناها مؤهلات Science معناها علوم University اللي معناها الجامعة فهذا اللي مهمات جدا جدا ترجمتين وإن شاء الله هم ننزلين وترجمين مرة أخرى نجي المن Advisor Advisor المرشد الناصح رح شي يقول What would you like to do ماذا أنت تحب تحب أو ترغب أن تعمل وين عندما You finish studying عندما أنت تنهي دراستك وإحنا كل دائما نسأل شا تساو بالله إذا أكملت المرة شا تحب بصير دائما Rames رح يجاوب يقول لأ I'm not sure yet أنا لست متأكدا لحد الآن But لكن I am very interested أنا جدا مهتم إن لو تلاحظ شوف هنا أنا أكو موضوع شوف 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 انتبه 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 أكو موضوع E-D-I-N-G شوف هذا بالوحدة الأولى ما ننسى احتمال تجاه النقطة ما حد يقول لي شايف من المنهج لاحظ شوف هنا الفاعل عاقل أنت تختار لو إيدي لو A-N-G تجيني بعد القوس شوف هنا خلي لك يا أما انتبه يا أما انتبه تجيني بعد القوس إذا شفت اسم تختار A-N-G أما إذا ما شفت اسم شفت A-N-O-N-Win-B-C-O-Z-Win حرف جر آخر أهم شي ماكو اسم تختار إيدي بشرط الفاعل شي يكون عاقل أما إذا كان غير عاقل لا مباشرة أنا ننجح حتى لا تفكر نجي أنا جدا مهتم بإيكولوجي اللي هو البيئة مهتم بعلم البيئة لاحظ علم البيئة And the environment والبيئة البيئة إيكولوجي هذا يعني هما حتى قسم البيئة صحولهم إيكو لاحظ إيكولوجي فأكولوجي On the environment والبيئة مهتم بهذا من هو رامس أدفايزر رح ينصح يقول له إذا أنت جيد فيه في شنوه أكيد العلوم عن جيوغرافي والجغرافية النوبة راح نجي شي يقول له إذا أنت جيد بالعلوم والجغرافية وانتبه ساينز نزلناها من فوق وانتبه تما تجيك هاي النقطة هاتشي ويطيك ساينز فوق ويسقاط أو انبارومنت وأيضا سقاط انتبه وياي بعض هناك الكثير من الوظائف لكي تختار منها نجي أنا ياك عزيزي الطالب لو تلاحظ هاي زيرو كنديشنة افلا شرطية زينستاذ شون عرفتها أبوي جملتها مضارع بسيط والجملة الثانية أيضا مضارع بسيط شوف الار يدل على اليمن على المضارع بسيط لاحظ إذا هايش تعتبر تعتبر زيرو زينستاذ شون ممكن ذلك يجيبها بالقواعد اي بمكان ما اريقلك بي فانت بما عندك بما انه هاي تعتبر زيرو إذا جملتها مضارع بسيط البي يتحول از وار وام هناك عندك عندك اليوش تاخذ ار كذلك هنا هم ممكن لأن هذا جمع يخلي لك يلا تختار ار لو از أو مثلا يخلي لك بي فانت لازم تخليها ار لأن هذا الشي تعتبر جمع بعد راميز يقول أنا أحب كلاهما يعني من ومنوا ساينز و جيوغرافي الجغرافية والعلوم مواضيع الدراسية المفضلة راح يقول حسنا ماذا بشأن لو تلاحظ عزيزي الطالب كوية وظيفة في ماء تكنولوجي تقنية الماء زيان حتى هتا راح تسأل عد شن تقنية الماء أسى فهمك عليها فراح يقول شن رأيك بوظيفة في تقنية الماء تقنية راح يقول ذاتس ريلي امبورتنت يعني الادفايسر يكمل يقول ذاتس ريلي امبورتنت ذلك حقا مهم في هذا البلد رامز راح يسأل مثلك شن عود ووتر تكنولوجي راح يقول ماذا بالضبط تقنية الماء تشمل ماذا تتضمن عن شنو تحتي الادفايسر يقول اذا انتبه هنا عدنا اف راح نشوفها اما فرست اما زيرو اذا انتبه اذا انت تعمل في تقنية الماء تبحث عن طرق طبعا لحد هنا انا عرفت هذه الفيشة اللاشرطية اللي هي الزيرو شون استهد عرفت الزيرو لاحظي جملتها مضارع بسيط والجملة ثانية ايضا مضارع زينستان شو عرفت مضارع فعل رئيسي مجرد شوف فعل رئيسي فاعد جمع فعل رئيسي مجرد فعل جمع فعرفتها مباشرة فهنا يقول له اذا انت تعمل في تقنية الماء تبحث عن ويس طرق أوف لي ولو تلاحظ شنو طرق كون كن سيرفنج كن سيرفنج اللي معناها شنو المحافظة عليا من على ووت على الماء and بيورفاينج بيورفاينج معناها شنو وتنقية تصفية تصفيته يأما المحافظة عليا يأما تصفيته هاي ووتر تكنولوجي يأما يحافظون عليا من التلوث وإلى آخر يأما يصفون تصفية بيورفاينج فاتخليها ببالك نجي بعد إن ما نجي لنا براميز رح يقول له يس I'd like to work in the water and شوف industry industry اللي معناها صناعات الماء أو water technology نفس الشيء الصناعة اللي تخص الماء فيقول أنا أحب أرغب أن أعمل في the water industry اللي هي صناعة الماء أو تقنية الماء water الماء conservation المحافظة على الماء and purification وتطهير وتنقية الماء are really important حقا مهمة in this country في هذا البلد بعد يقول له what kind of ولو تلاحظ هنا qualifications ما نوع المؤهلات شنو اللي أنا أحتاج شنو المطلوب من عندي do I need شنو اللي أحتاج الأدفايزر رح يقول له first of all في البدء أول شي you need أنت تحتاج to get أن تحصل a degree درجة أو نقول شهادة علمية لحظ شهادة علمية you could choose أنت يمكنك أن تختار from من environmental لحظ environmental اللي معناها بيئي science اللي هي علوم بيئية ولاحظ عندك environment هاي لحد لنا بيئة environment معناها بيئة تحولها إلى صفحة تضاف لها tall فصارت environmental اللي معناها بيئي علوم بيئية أو geology اللي هو علم الأرض or even أو حتى engineering حتى تحصل شهادة بالهندسة أيضا تشتغل لاحظ عزيز الطالب بعد لو تلاحظ هنا رامز راح يقول له which A لو تلاحظ إياي وتنتبه يقول which university ما هي جامعة أو أي جامعة offers تعرض those courses تلك المناهج أو تلك المواضيع الدراسية اللي لازم أنا أحصل على هذه الشهادة الادفايزر راح يقول I have to check أنا يجب علي أن أتحقق if you come back next week لو تلاحظ إذا أنت رجعت لي الأسبوع القادم I'll have the answer أنا سوف يكون لدي شنو الإجابة هالس ريد من عدك تنتبه لي هاي أف الشرطية من خلال ال وال من خلال ال وال إذن هاي first conditional عزيزي الطالب أما هاي جملة مهمة جدا جدا تخلي بالك وياها خاف تجي بالامتحان plants هاي تخص زيرو شوف الحقاق plants die النبات يموت if you don't water them إذا أنت ما سقعته هنا شون ممكن تجي يقلك plants die النبات يموت قبل عقلك راح يقلك هاي الجملة الثانية مضارع بسيط بما أنه مضارع بسيط الجملة الثانية إذن هاي zero الثانية شطيك يلطيك not water فأنت من تلي تحول هاي مضارع بسيط تخلي لا دو لا داز هنا عندك الفاعل فراح تكون don't water them هذا مهم تدير بالك علي عزيزي الطالب أما هذا قبل شويش راح تلك يا فوق هذا وانا الصن هاي الول وفعل مجرد ابدل على المستقبل وهنا عندي تختلف كلا جملتيها بالمضارع البسيط شوف هنا مضارع بسيط وهنا فعل مجرد ايضا مضارع بسيط هذا عزيزي الطالب بالنسبة الى شرح وتفصيل صفحة 27 قد انتهى درسي انتظروا في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته